سنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في سلسلة متعلقة بأحكام الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تختقوا في غالي سوء الإنسان غالي يقول لك شنا هو المرض الذي يبيح الفطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لازلنا نتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الصائم في نهار رمضان ذكرنا يعني وجبة السحور وذكرنا تعجيل الفطر وذكرنا الدعاء عند الفطر وفي الصيام عموما الأدب الرابع هو الكف عما ينافي الصيام يعني كل حاجة اللي هي لا تناسب هذه العبادة فينبغي أن يكف عنها الإنسان وأن يتحفظ عن الأعمال المشينة لأن ربنا عز وجل ذكر بأن هذا الصيام يوصل العبد إلى التقوى كما في آية تشريع الصيام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمقصود الأعظم من الصيام هو بلوغ درجة المتقيم بلوغ درجة المتقيم فهل يستقيم أمر التقوى مع المعاصي لا يستقيم إذن المسلم يكف عن جميع ما ينافي الصيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب من لم يدع من لم يترك قول الزور والعمل به أي العمل بمقتضى قول الزور يعني الزور هو الكلام الباطل وهو اللغو وهو ما لا يفيد وما يؤذي يدعه والعمل به يعني سواء القول أو الفعل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب طبعا العلماء يقول هذا لم فوم له مشي بإلا كان الصيام صحيح الله عز وجل محتاج له لا هذا لم فوم له فالله عز وجل غني عن عبادته لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم لتمام غناه سبحانه وتعالى وتمام ملكه سبحانه وتعالى لكن العبد ينبغي أن يترك المعاصي وأن يترك ما نراه الآن يعني الناس يشتغلون بمشاهدة التمثيليات ومسرحيات وسكيتشات وكاميرا الخافية والأغاني وكليبات كل شيء هذا شيء كله مخالف للصيام لأن الصائم ينبغي أن يتأدب بأدب الصيام وأن يترك كل هذه الأمور لأنها مجانبة ومنافية للصيام الأدب الخامس هو قضية السواك السواك فالمسلم يستحب له أن يستاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضع وفي رواية عند كل صلاة وكان يحط أصحابه على ذلك حتى قال لهم أكثرت عليكم في السواك وكان يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالسواك يعني من الأدب التي ينبغي أن يتعاهدها المسلم طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى التفريق بين أول النهار وآخر ذهبوا إلى التفريق بين أول النهار وآخر كما ذهبت الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوام علش شنو السواك قالوا للإبقاء على رائحة الخلوف التي يحبها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف يعني هو ذلك التغير دي الرائحة يقول خلي ذلك الرائحة لأن الله عز وجل يحب هذه الرائحة هذا التغير للناس كيكرهوه وكيكرهوه شموه هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك لأنها يعني متولدة عن طاعة عظيمة وهي طاعة الصين لكن العلماء يقولون بأن لا فرق بين السواك واستعماله في أول النهار أو في آخر النهار عند كل وضع عند كل صلاة فهذه من السنن ومن الآداب التي يجوز للمسلمين أن يفعلها سواء في أول النهار أو في آخره ويقاس عليها أيضا كما يقول العلماء قضية استعمال فرشات يعني الآن العصرية فلأنها تزيل يعني ما يبقى في يعني الفم وبين الأسنان واللثة واللسان يعني من آثار الطعام ومن زهومة ومن ريح فإن ذلك يعني أمر طيب الأدب الآخر وهو قضية الجود ومدارسة القرآن وهما أمران مستحبان في كل العام لكن يتأكد الأمر بالنسبة لرمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود النسب طبعا الجود ديالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها كان أجود النسب وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن إذن كيف يكون الجود ديالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل تقول عائشة رضي الله عنه أو يقول ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله عنه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يعني شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة أي في الإسراع وفي العموم يعني هو يسرع إلى الجود ويعم جوده جميع من يحتاجه جميع من يحتاجه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا في رمضان وكان يدارس القرآن ويتعاهد القرآن إذن المسلم ينبغي أن يتأدب أيضا بهذه الأدب يجعل له واحد الورد من القرآن يختم ختمات كان الصحابة يتنافسون في ختم القرآن وكذلك كان السلف ومن أئمة السلف الذين وصل خبرهم إلينا الإمام ملك رحمه الله فكان يهجر مجالس الإملاء ومجالس العلم ويشتغل بالقرآن ويقول هذا شهر القرآن هذا شهر القرآن إذا الإنسان يجتهد في قراءة القرآن في نهار رمضان ويشغل وقته بذلك ويشتغل بالإنفاق وبالكرم وبسد حاجات المحتاجين من الفقراء والأرامل واليتامة والمعوزين والزمنة والمرضى وغير ذلك فإن هذا يعني من الأمور الحسنة وأيضا قضية تفطير الصائم هذا من الأداب أن يفطر الصائم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره ليفطر الصائم عنده الأجر بحالها ذاك اللصم عنده الأجر بحالها ذاك اللصم إذن هذا ما يتعلق بآداب الصيام والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين والحمد لله رب العالمين